موسيقى موسيقى أهلاً أعزائي وأرحب بكم أجمل ترحيب هل أحسست بعبارة قوية كلمة اسمها أذكر؟ لما بتسمع كلمة أذكر شو اللي عم بدور في ذهنك؟ اللي عم بدور في خاطرك وفي بالك؟ كلمة جميلة لكن كلمة قوية كلمة حلوة لكن في طياتها مسؤولية أيضاً فيها امتياز وبركة لكن بتحمل أيضاً معها شيء مصيري أذكر هذا هو موضوع الحلقة ومن خلال الحلقة رح نتكلم عن رسالة تذكير ورسالة تحذير حتى يعني وإحنا بنتذكر في مرات لازم نتحذر وممكن تكون رسالة تقرير أو مصير فعلى أي حال كلمة أذكر هي عملية بتاخدك في يوترن ترجع حتى تتذكر شيء في الماضي أو بتذكرك شيء لازم تعمله حتى تكون في المصار الصحيح أذكر في أشياء كتير يلازم نتذكرها وإحنا رح نتكلم بهذه الحلقة عن هذا الموضوع أنا بدعوكم أن تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 أهلاً أعزائي المشاهدين برجع بكرر نفس الكلمة أذكر وبشرفني أن أستضيف لبرنامج ليكن نور معنا أخ مبارك وطبعاً ما هواش غريب عليكم بتشوفوه على القنوات الفضائية وكان ضيف على هذا البرنامج أيضاً دكتور باسم أندريا دكتور باسم أندريا من مصر هو خادم للإنجيل وخادم متجول كمان بيخدم في مصر وفي الدول العربية وطبعاً بيخدم في الدول الغرب أهلاً وسهلاً أخ باسم أهلاً منك يا خادم الرب الأخ نظار شرف عظيم وبركة أن أكون معاك في هذا البرنامج اللي هو بركة لناس في كل العالم ربنا يباركك أخ باسم أنا بدي أفوت دغري في موضوع الحلقة موضوع أذكر عارف زي واحد هيك مغم عليه أو زي واحد يمكن فاتر أو زي واحد مش صاحي فبتروح أنت معطيه زي الإلكتريك شاك أنت طبيب طبعاً تعطيه الإلكتريك شاك والضرب الكهربائية ياخد صدمة صدمة كهربائية تقول له أسحى أذكر هذا الإحساس اللي بجيني أنا عم بتكلم عن موضوع اللي هو رب حطه على قلبك اليوم للكنيسة وللعالم بشكل عام السبب أنك اخترت هذا الموضوع السبب أنه أحياناً كثيراً طبيعة الإنسان أنه بينسى فلأنه الإنسان بينسى ربنا وصانف في آيات كثيرة أنه إحنا من ننساش بل بالأحرى نذكر وشفت أنه الشيء مفيد أنه بين الحين والآخر مثل التاجر الشاطر اللي بيعيد حساباته فكويس أنه الإنسان يعيد حساباته ويتذكر ولا ينسى ويعمل حسابات جديدة ويشوف نفسه خسران ولا كسبان القرارات الخدها قرارات مصرية نتيجتها كويسة ولا يغير قراراته فبالتالي كلمة أذكر بتكلم واحد ناسي وبتكلم واحد بين الحين والآخر يعني في نهاية السنة في نهاية الشهر في عيد ميلاده هكذا دايماً إحنا المفروض نقف وقفة مع أنفسنا ووقفة فيها صدق ونختلب الله ونقول يا رب إيه الحاجة لنا نسيها اللي أنت عايزني أني أنا أتذكرها ورسول بولوس ذكر عبارة مرتين أو أكتر يعني مرة بقول كل الكتاب هو موحى به من الله لكي يكون إنسان الله نافع ومرة تاني بقول كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا كتب لأجل إنذارنا فحلو مرات كتير الأشياء الدروس العملية من اختبارات الماضي من خلال رجال الله ومعاملات الله في الكتاب المقدس هي بمثابة رسالة إلنا في الزمان الحاضر بالضبط ما ينفعش نقول أن الرسالة دي مثلاً زي ما نبدأ في سفر التسنية كانت لشعب إسرائيل مش لنا نحن لا كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع طيب أنت أنا معاي المعلومات على فكرة الفضل ومشكور جداً مطبوعين ومرتبين وحلوين وانا حاطتهم بلون أصفر معلمهم أنت كاتب عشر أمور يجب أن نذكرها ولا ننساها بس الجدير بالذكر مش بس أنت بتقول أمور لازم نتذكرها أو ما ننساها لكن في معها تحريض يعني التشجيع لعمل خطوة عملية إذا هذا الموضوع شو رأيك نخوض في الموضوع نبتدي من النقطة الأولى تفضل دكتور باسم النقطة الأولى سميتها أنا أذكر الماضي والنعمة الغنية أذكر الماضي بتاعك وانت كنت عايش في الخطيئة طيب ليه يا ربما أيام عايزين ننساها قال لأ ما أنت لما تذكرها أنا هقول لك تحريض أو هشجعك أنك تعمل شيء إيجابي وجبت الإراية من سفر التسنية سأقرأ للفائدة أخي نظار من سفر التسنية أصحاح 15 ابتداء من آية 12 لآية 15 بيقول إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية واحد يقول طيب خلاص ده الكلام ده خاص بالعبرانيين خاص بباني إسرائيل من تعددتك أشرت أن كل الكتاب موحى به من الله ونافى في حياتنا على مرة العصور على كل الأصعدة كم إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك طيب إلي خليني أطلقه حرا آية 15 يقول واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم فحلو إن إحنا اللي اتحررنا من الخطيئة ونتذكر أيام الزل واحد يقول لك يا عم ننسى يا عم أنا النهاردة ربنا بيقول لك اذكر أنك كنت عبد في أرض مصر عشان لما تذكر أيام الزل وأيام العبودية وتذكر أن الرب فداك وحررك من سيد قاسي اسمه فرعون كان بيستعبدك في معاجن الطين تجري أنت وتحاول تحرر من هم في وسعك من هم في إيدك أنك تحررهم من سلطان الخطيئة يعني أنا كمان بتطلع على عزمة الوحي أخ باسم يعني أمور لما بتدرس الشعوب اللي كانت حول العبرانيين قديما مثلا مثل الفراعنة وبعد فترة الأشوريين والبابليين اليونانيين الفرس واليونان والرومان بتشوف الأغلبية الصاحقة من الإمبراطوريات هاي كانت يعني تحكم أو اللي بيقوم في كل الأعمال العبيد العبد يعني يشترى ويباع وهون نشوف قديش الرب برفع من قيمة هذا العبد إنه خلاص يعني اشتغل عندك ستة سنين في اليوم السابع بتحرره ومش بس بتعطيه يعني فيه بركات وبتردله أرض وبتردله بركات وخيرات وكله ليه أذكر لأنك أنت كمان كنت عبد مش أنت كنت عبد مش أنت فاكر أيام الطين فاكر أيام معاجل الطين والزل والعبودية لا نسيت لا يا أخي أنا النهاردة بدي لك صدمة زي ما حدثك أنا بصحيك وقولك أذكر أيام الزل وأيام العبودية أذكر الماضي ونعمة المسيح والمسيح اللي حرارك من خطيه عشان كده تجري هنا طبعا في النموس كان ست سنين يخدمك في السابعة السنة السابعة يخرج حرا لكن أنا النهاردة بقول لكل شخص مؤمن من دلوقتي من هذه اللحظة شوف فيه ناس حواليك يا أخي مسكين فيه ناس عبيد للخطيه زي ما الرب يسوء قال في إنجيل يوحن أصحاح 8 آية 36 إن كل من يعمل الخطيه فهو عبد فهو عبد الخطيه وبعدين قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا في يوحن 8 آية 34 إن كل من يعمل الخطيه هو عبد الخطيه طب واحد عبد فبيقول لك في آية 36 فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا حرام عليك مش حضرتك طبعا حرام عليك أيها المشاهد إنك تكون يسوع حررك من سلطان الخطيه وعرفته طريق الحرية وحواليك ناس فوسعك إنك تعرفهم طريق الحرية وطريق المسيح المحرر العظيم وتنك قاعد ساكت مش عايز تحرر أخوك العبراني أو أختك العبراني مضيح كمان أخباسم للمشاهدين إنه لما من نتكلم بكلمة الله أذكر هون مش دعوة إنه يتغذى على مقاس الماضي ومشاكل الماضي وعبودية الماضي الرب حررنا والماضي تحت دم المسيح لكن إحنا متكلم هون كمعاملات يعني مثل داود صار ملك فالله بذكره دائما النبي بذكره إنه الرب جابك من بين الغنم أب الزب فيعني الإنسان يذكر أصله وفصله على أساس ما يتكبر ولا يتجبر ومن النحية الثانية أنا حطيت العنوان أذكر الماضي ومش عشان تنوح على الماضي بالزبط أذكر الماضي والنعمة الغنية أذكر إنك إنت كنت عبدي في أرض مصر ففداك يعني هو مش بيقوله أذكر وعيش في الماضي الأليم وعيش متألم بالماضي لا أذكر إنك كنت عبدي ففداك أنا بذكرك بالحرية مش بذكرك بالعبودية بذكرك إنك كنت عبدي فأنا حررتك طب يا رب أعمل إيه يا أخي حرر الناس حواليه حرام عليك أنت عرفت يسوع المحرر وحرام عليك الناس تكون مقايزة وإنت مش عم تعمل شي بالزبط طيب في النقطة الثانية خلي إذا بعد إذنك مكتوب أذكر الطريق والإحسانات الإلهية أي وضحني إيها شوي أكتر الفكرة دكتور باسر زي ما حضرتك قلت أن النبي كان دائما يروح ورجال الله يروحه لدود يقول له أنت فاكر إزاي أنت كنت من وراء الغنم وهل ناسي كل اللي عملوا معاك الرب في الفترة الفاتت دائما أخي نظار الإنسان يذكر الأمر المؤلم دائما يذكر الأمور المؤلمة اللي حصلت في حياته السنة الفاتت أو الشهر الفاتت يا أخي أذكر الطريق والإحسانات الإلهية فأذكر إذا ربنا أكرمك وهنا في سفر التسنية أصحاح تمانية قال له أذكر كيف أزلك وأجاعك بس كان لفيدتك من سفر التسنية في سفر التسنية أصحاح تمانية فمسا حضرته بيقوله كده وتتذكر كل الطريق تذكر بقى الطريق والإحسانات الإلهية التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الإربعين سنة في القفر وفي هذا الأصحاح يذكر أنه أذلك وأجاعك ثلاث مرات يقول كده لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك يمتحنك أحسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعونا في تجارب متونوة يبقى ربنا بيجزني في تجربة عشان يمتحني الحاجة الثانية فأيا ثلاثة فاذكر فأزلك وأجاعك وأطعمك المن يبقى حاجة تانية أزلك وأجاعك وخلي عندك نوع من الاحتياج أتاري ربنا عايز يقودك أنك تشبع بالمن والمن في إشارة للمسيح أنا هو المن أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياه للعالم أبائكم أكلوا المن في البرية وماتوا أنا هو المن الحقيقي فلما ربنا فاكر لما أزلك فاكر لما كان عندك احتياج فقريت على المسيح عشان تتغذى عليه يبقى مش أزلك وأجاعك عشان هو عايز يزلك ولا عساني عشان يجوعك لكن أطعمك المن والأخيرة أنه في آية 16 يقول كده الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أبائك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك فحتى اختبارات الزل حتى اختبارات الألم لما أتذكرها أتذكرها بكل الخير لأن ربنا أجازني في اختبار مؤلم عشان أعرف حقيقة نفسي أدي أنا وحش وقابل للتزمر وبعدين جوعني بس أطعمني بشخصه سندني ما سبنيش جعان والحاجة التالتة أتري ربنا قاصد خيري الأبدي لكي يحسن إليك في آخرتك لكن قاله كمان اتذكر حاجة تاني أي أربعة السيابك لم تبلع عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة يبقى اتذكر الماضي والنعمة الغنية زي ما قلنا نمرة واحد نمرة اتنين اتذكر الطريقة والإحسانات الإلهية اتذكر ايه اتذكر أني سيابك لم تبلع عليك تخيل حضرتك أنها موجزة بكل المقييس نعم أن الطفل طلع من أرض مصر سنه يوم وصل أرضك سنه أربعين سنة سيابه لم تبلع عليه ورجله لم تتورم يعني معجزة أنه كان يطول وسيابه تطول معاه أمه عملت له شراب صوف من تاع أرض مصر شراب قطن مدين إيجب يبقى قطن أكيد عملته شراب قطن في رجله هو كنتفله صغير وصل أرض كنعان لابس حضرتك حزاء مقاس ترتة واربعين ايه هو ده قال له ما تتذكر يا أخي الحاجات الحلوة دي طب لا أتذكر أنا ربنا أزلني صح وجوّعني صح بس عشان ثلاث حاجات علشان يعرف ما في قلبك علشان يطعمك المن علشان يحسن إليك في آخرتك يبقى لا يزل من القلب مش عايز ربنا يجوّع كل اختبار مؤلم في حياتنا له بركة كل اختبار جميل وممتع في حياتنا المفروض أنه نشكر على المؤلمة ونشكر على الاختبارات المفرحة لأن كلها نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير في نفس الإصحاح في آية 18 بقول بل أذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطي قوة لإصطناع الثروة يعني بشوفه هون من ناحية إيجابية ومع الإجابة عم بيعطي التحذير في آية 19 إذا نسيت الرب إلهك طبعا في العواقب الوخيمة فيه يعني هو عطي قولي أنك انت غاني عشان أنا رجل يعني زاكي وعندي مخ وكده يبقى الحاجة الحلوة أشكره عليها طب الحاجة المؤلمة أشوف قصد الرب من وراها إيه وبرضو أشكره إذا هنا التحريط أو التشجيع العملي حينما أتذكر الطريق والإحسانات الإلهية أركع النهاردة وقول له أشكرك أشكرك على الصروة أشكرك على سيابي التي لم تبلغ أشكرك على رجليا اللي لم تتورغ أشكرك على عنايتك ورعايتك ليا طول السنة اللي فاتت أو طول الشهر اللي فات أو طول حياتي الماضية ومن ناحية التانية بشكرك على كل اختبار مؤلم أشكره كل حين على كل شيء عم بشوف يعني فيه وقاية فيه حماية فيه رعاية وفيه هداية في نفس الآية الله عم بعملها كله لا لا اللهم لتالي ما عرفش طلعت معاية فرعاية ووقاية حماية وهداية وهداية حلوين أوي 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 فإنه الرب عم بعملها كله لخير الشعب في القديم تخيل أنه كل يوم ينزل للمن من السماء تخيل أنهم ارتووا من صخرة تابعتهم نعم الصخرة تمشي وطلع مية وامورة عظيمة ناسي ولا بس تتذكر الزل دائماً إيه أخبارك السنة اللي فات أخبارك الفترة اللي فات أذكر يا أخي حياتي كلها يعني نسيت كل الحاجات الحلوة اللي عملها ربنا معاك اذكر ثيابك لم تبلع عليك ورقلك لم تطورك طب والأمور المؤلمة يا حبيبي لخيرك وطالما تذكر أنها لخيرك في الحالتين هيكون ربنا بيشجعك أنك ترك ذكرت الترنيم اللي بتقول شكراً لك على الحرية وبعدين شكراً الحلوة والمرة كمان أه فعم نشوفه فعلاً في معاملات الله مش عادتك بلغة الطبيب مش أحيان فيه دوا يبقى مر مش فيه حيان حقنة تبقى مؤلمة نعم هو الطبيب يعني عايز يؤلم المريض أكيد ولا عايز يخففه مش أحياناً الطبيب يجرح بس يجرح ويعصب نعم يسحق ويداه تشفياً طيب رح فالتحريد الثاني الشكر أنه الإنسان يتعلم لغة وحياة الشكر على كل شيء بالضبط في التحريد الأول لما أتذكر الماضي والنعمة الغنية أجري على الناس العبيد وقاله تعالى في واحد اسمه محرر اختبرته اه اختبرته يعني حرارك يعني جربته وحرارك أو لأ حرارني فتعالى بوريك المحرر التحريد الثاني لما أتذكر الطريق والإحسانات الإلهية يبقى أعمل أركع وأشكر على الحلوة والمرة والمرة طيب هون بيقولنا للتالت التحريد الثالت أو الإذكر الذكرى الثالت أذكر من أين سقط وتوب توبة حقية اه أنا عارف دي هون بيتكلم لكنيسة أفسوس بالضبط في صفر رؤية بالضبط وده يوريلك أني كل الناس محتاجها تتوب مش بس الخاطئة والبعيد عن ربنا ده هو بيكلم ملاك كنيسة أفسوس يعني عايز تقول الخادم بتاع الكنيسة عايز تقول أفضل واحد في الكنيسة اللي عام ملاك محتاج يتوب فتخيل أن التوبة لملاك طبعا مش ملاك يعني الملاك اللي هو في السماء ملاك على الأرض ملاك الكنيسة كالخادم كيسة يقول له تعالى انت حال وصحيح وهنا الرب حتى قبل ما بيؤمر بالتوبة بيقوله أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك لا تقدر أن تحتمل للأشرة بمداحه الأول وقد جربت القائلين الرسل أنهم الرسل فوجدتم كاذبين تعبت كثيرا من اسمي من أجل اسمي ولم تمل بس أنا زعلان منك ليه عليك أنك تركت محبتك الأولى معدتش تحبني زي زمان عتاب اه عتاب بس العتاب بعد كده يعقبه نصيحة أذكر أسحى قال له لما بعمل خطية بتوب عنها قال له لا أنا مش عايز أتعمل كده في لاس كتار يسقط في الخطية أخي نظهر ويقعوا يبكوا بالدموع قدام الرب ويتوبوا عن الخطية النهاردة ربنا بيقول لنا لا ما تعملش كده أذكر من أين سقط وتوب توبة حقيقية يبقى لما أذكر مش أذكر الخطية أذكر ما هو السبببها فإيه سبب الخطية يا أخي أصدقاء السوء بتوعك إيه سبب الخطية أنت بتروح مكان بتحط نفسك في تجربة فلا يقول أحد إذا جرب أنه يجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد أنت بتحط نفسك في مأغزق بتحط نفسك في فخ فبتسقط في خطية تقول لك أصدقاء سوء في مكان مش كويس أنت بتروحه أنت بتتساهل مع مكالمة تلفونية مش كويسة أنت حاطط على الموبايل بتاعك سوء مش كويسة أنت مش حذر في استخدام الميديا الميديا شوف نهاردة نحن على الميديا والناس بتسمعنا في قناة فضائية القناة اللي وراها يمكن والنمر الثاني بعدها فيها مصائب فإذا ما كاشل واحد يكون حذر ممكن يسقط فعايز يقول له يا ملاك كنيسة أفاسوس نعم يا رب أنا مش عايزك تتوب بس عن الخطيئة أنا عايزك تتوب عن سبب الخطيئة أذكر من أين سقط وتوب توبة حققية ولأنه فيها كمان مسؤولية كبيرة لأنه بيتكلم مع ملاك كنيسة أفاسوس مع الكنيسة كمان عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فانظر من أين سقط وتوب وعمل الأعمال الأولى لألأتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب فهون يعني منشوف أنه مش مجرد يعني بس تحريض ولا يعني أي وش بتأمل إنك أنت تتوب لا يعني فيها مسؤولية تحذير في تحذير أنا بنصحك إنك تسقط من أين سقط وتوب مش هتتوب بقى مش هتنفى تبقى شاهد لي منارة يعني في هذا منارة أنتم نور العالم في الحقيقة طالما مش هتتوب عن سبب الخطيئة في الحقيقة هتسقط مرة في مرة مش هينفى تبقى شاهد لي وإنه المحبة الفاتر والمحبة القليلة هي تعتبر جريمة وممكن تدمر كنيس اليوم لما بتروع على أفسوس أكوان من الحجرة تاريخ نتعلم منه عم بحذرنا أذكر إحذر يعني ده كان يوم للأيام كنيس ناهضة آباء كنيس اللي كتبت مجلدات اللي وصلت الرسالة لكل أنحاء العالم اليوم أكوان من الحجرة ولما حضرتك تقرى رسالة بورس الرسول إلى أفسوس قمة الإعلانات الإلهية والبركات السماوية في رسالة أفسوس عظيمة جدا هنا في فطور فعشان كده أذكر من أين سقط وتوب توبة حقية بنكلم المشاهد أنه مش يتوب عن الخطيئة لكن يتوب عن سبابها يعني إحنا عندنا في الطب ما تروحش في حتة ملوثة بالأمراض تعيى وتقول تعالى علجني يا آخي ما فيه حاجة اسمها تحصينات في حاجة اسمها الحتة دي لما تروحها لا تروحها خاصة حتة دي ملوثة ما تقولش أكل ملوث وتيك تقول ما صاريني واجعاني وعندي تسمم ما تقولش أكل مسمم لا الأكل مسمم طعمه حاله طب ما حتموت ما هيحصل لك تسمم أحسن حاجة كل أكل كويس نعم فأذكر من أين سقط وتوب توبة حقيقية رح نأخذ فاصل قصير أخباسم وحب أعطي فرصة للمشاهدين يمكن فيه شيء ربعا بكلمك من خلال هذه الآيات والفكر وأكيد يعني الآيات اللي جاي رح كمان متأكد تعمل عملية جراحية في داخلك وفي قلبك الموضوع كتير كتير مشوق فأنا بدعوك فعلا تسمع تتمعن تتفرس تصلي تقول له يا رب افتح ذهني افتح عيني افتح قلبي عاوز أستوعب عاوز أفهم كلمتك وعاوز أخذ قرار قرار يعني اليوم هذا القرار المصيري أنا عاوز أخذه اليوم ابقوا معي سأرجع بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى اذكر يقول الكتاب المقدس معنا دكتور باسم أندريا من مصر خادم الرب وأهلا وسهلا فيك مرة تانية أخ باسم أهلا بيك قبل الفاصل حكينا عن ثلاث أمور أذكر الماضي والنعمة الغنية وذكرت أنه لازم يكون فيه تحريط تشجيع أنك تكون محرر لمن حولك تقودهم إلى الحرية من خلال شخص الرب يسوع المسيح والشيء التاني أذكر الطريق والإحسانات الإلهية التحريط على الشكر أنه الله عم بيسدد الاحتياجات وعم بيباركنا وعم بيعطينا الحماية والقيادة فأشكر الرب وقلنا حدثك حتى لو فيه أمر مؤلم أشكر الرب من أجله لأنه لمصلحتي أكيد أكيد والشيء التالي اللي حكينا عنه اللي هو أذكر طبعا من أين سقط وتوب توبة حقيقية وهون فيه تحريط طبعا على على التوبة عن سبب الخطي نرجع للجذور للأصل من وين ابتدى عملية السقور أوكي نمرة أربعة وبعتقد يمكن هاي مهمة كتير بالنسبة لإلنا أذكر الموت الكفاري والبدلية شو بتقصد بهذا الموضوع حقيقة أن الرب السوق وصانا وصايا كتير لكن خل وصيتين غالين جدا قالهم في الليلة التي أسلم فيها ودايما في الحقيقة الوصايا اللي الواحد يقولها قبل ما يموت بتبقى وصايا غالية يعني لو أنا والدي قبل ما يموت بيوم أو في اليوم اللي ما يموت فيه قال لي خلي بالك من والدتك خلي بالك من ماما أنا ممكن أنسى كل الوصايا اللي هالي بابا فيه حياتي بس أولده قبل ما يموت قال لي حط ماما فالرب يسوع قبل ما في الليلة التي أسلم فيها قال لنا وصيتين واحدة منهم حبوا بعضك وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا والوصية الثانية المفروض نتذكرها قال اصنعوا هذا لذكري عملنا فريضة أو طريقة نتذكر بها الموت الكفاري والبدلية اللي هي تسمى في الكتاب قصر الخبز أو فريضة العشاء الرباني في ناس بيسموا التناول أين كانت المسميات فربنا بيقول لنا من خلال هذه الفريضة اصنعوا هذا لذكري حقرة ما حضرتك آيات من رسالة كورنسوس الأولى فيه طبعا في الأناجيل لما رب قال لهم اصنعوا هذا لذكري لكن الأهمية هذا الموضوع طبعا أن الرسول بوليس أيام المسيحة على أرض ما كانش تلميذ لأهمية هذا الموضوع الرب يسوع مش خلي حد من التلاميذ قال لبوليس الموضوع ده وشرحه له لكن في كورنسوس أولى حداشر ده من آية 23 يقول لأني تسلمت من الرب شخصيا ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا وقلوا هذا هو جسدي المقصور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري أو تنسوني اجتمعوا من حولي واصنعوا العشاء الرباني واصنع قصر الخبز وفيها تأملوا إزاي أن الخبز ده فيه إشارة وتذكروا فيه قصر الجسدي على الصليب وكمان تاخدوا الكأس اللي تتذكروا فيه دمي المسفوك من أجلكم على الصليب أذكر الموت الكفاري والبدلية معلش أخباسم ممكن بس نبلور أكتر على الفكرتين فكرة الموت الكفاري والبدلية إيه المقصود بهذا الموضوع أقصد الموت الكفاري يعني بموته كفر عن خطيانا وكلمة كفر بيقولوا إنها جاي من كلمة غطاء فوهو كفارة زي ما بيقول رسول الحنى في رسالته الأولى صحة 2 إن أخطأ أحد فلن نشفيه عند الأب وهو كفارة لخطيانا فبموته الكفاري يعني كفر عن الخطيئة وغطى خطيتنا غطى غطى سطر البدلية عايزة أقول ومينك المفروض يموت أنا مينك المفروض يصلب أنا مينك المفروض تقع عليه دينونت الله أنا فبقصد بالبدلية إنه مات من أجلي أنا بولوس قال كده ابن الله الذي أحبني أنا وأسلم نفسه لأجلي تخصيص موت المسيح باعتباره مات من أجلي أنا ورسول بولوس بيستمر بقول لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي مدى التحريد ده التحريد أني أنا لما أتذكر موت المسيح أذهب كمان مش بس عن طريق هذه الفريضة أذهب كمان أقول للناس يا جماعة ده النهاردة اذكرت موت المسيح والمسيح مات من أجلي ومن أجلكم وفيه تحريد كمان تاني عن حياة القداسة العملية لأنه بيقول لهم أي من أكل هذا الخبز وشرب هذا الكأس بدون استحقاق يكون مجرما في قسد الرب ودمه فإحذر وانت رايح تصنع هذه الذكرة أنك ما تكونش مجرم في قسد الرب ودمه وبالتالي هنا تحريد على حياة القداسة تحريد أخبر وتحريد أني أنا كمان أفحص نفسي وأتوب عن خطيئة وأتقدم عشان أمارس هذه الذكرة المباركة وطبعا الشيء البديه والطبيعي إذا تكلمنا عن الموت لازم نتكلم عن القيامة وده نمرة خمس نمرة خمس تفضل أما مش بس أذكر أن ياسوع مات في ترنيمة بتقول لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن أهتف لما كنت الآن أرنم عشان كده الرسول بوليس في رسالة تمساوس التانية أصحاح اتنين آية تمانية بيقول لي ابنه في الإيمان تمساوس أذكر يسوع المسيح المقاوم من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي أولا تذكر أنه بس يسوع مات ودفن في القبر كل واحد من الأنبياء القبر بتاعه يعني الجسد بتاعه موجوده أما إلا قبر المسيح هذا طبعا يعني غاني عن ذكر هذا الأمر أن كنت طبعا زرت الأماكن دي وزرت القبر اللي يقال عليه قبر المسيح إنه القبر الفارغ أذكر القيامة البهية أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي أو أتذكرني بس يسوع مات لا دا يسوع مات وقام أسلم لأجل خطيانا وأقيم لأجل تبرئنا وهو حي إلى أبد الأبدين وشو التحريد بالنسبة للقيامة التحريد على طول بعدها على طول يقول له الذي فيه في يسوع المسيح المقام دا أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب ولكن كلمة الله لا تقيد لما أدرك وأتذكر قيامة المسيح حينئذن وحينئذن فقط أستطيع أن أحتمل الألم والإضطهاد والقيود حتى الموت من أجل أن المسيح قام من الأموات وخليني أخذ رقم ستة يعني كاتب أنت حضرتك أذكر التكريس والمحبة القلبية حاضر بس أنا نفسي أضيف حتة على نمر الخمسة ليه القيامة تخليني أقدر أحتمل الإضطهاد والألم لأن الشيطان يقول لي حيحبسوك أقول له وارد حيقتلوك أقول له وارد يقول لي والقصة حتنتهي أقول له مش وارد ما خلاص أنت نهاية القصة حتموت أقول له حقوم تاني إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الرقدون حتى الموت ليس النهاية لقصة حياتي لأن يسوع مات وقام عشان كده الرسول في رسولة في الليبي يقول لي أعرفه وقوة قيامته وشاركة ألامه طب إذا ما فرضت أقول لي أعرفه وشاركة ألامه وقوة قيامته ألا لا أستطيع أن أشارك المسيح ألامه وممكن ألامه تصل أني أموت من أجله إلا حينما أن أدرك قوة قيامته قيامة المسيح طيب طبعا يعني أنا ذكرت رقم 6 أشكر أو أذكر التكريس والمحبة القلبية أيوة في واحدة حضرتك أجيب الشاهد من هو مذكور في كذا إنجيل لكن أنا بجيبه من إنجيل متى أصحاح 16 والآية 13 26 متى 26 آه أنا أسف متى 26 الآية 13 عن واحدة اسمها مريم سكبت الطيب عند قدمين المسيح وعلى رأس المسيح في الحقيقة يهوزة اللي كان معه السندوق اعتراض وحتى التلاميذ قالوا لماذا هذا الإطلاف كان ممكن يباع ويعطى للفقراء فالرب قالهم الفقراء معكم كل حين لكن هي عملت بي عملا حسنا وصنا الرب إن إحنا نذكرها في آية 13 يبا متى 26 آية 13 قال الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها الرب شرفها أني مفروض على كل خادم إنجيل لما يبشر بالعالم مفروض يذكر هذه القديسة مريم اللي سكبت الطيب الشيء الغالي أخوها مات ماردشوسكو بتطيب عليه تكفينه به لهو العازر لكن سكبت الطيب على رأس المسيح وسكبت الطيب كله قصرت قرورة الطيب عند خدمين المسيح وشو منتعلم من الدرس أو شو التحريد في الموضوع التحريد إنه لو عندي شيء غالي ميغلاش على الغالي ميغلاش على الغالي ألقيت التبر على التراب وذهب أوفير بين حاصل أو دين معاك قرورة طيب غالية كثيرة السمن مش خسارة إن المسيح ياخد أغلى حاجة في حياتي إن شاء الله ياخد حتى قرورة عمري لأنه هو الشخص الوحيد اللي يستحق وتكون واخد لبالك إن الناس حيلموك يعني لما أنت تضحي بحاجة في نظر الناس غالية الناس حيقولك أنت مجنون ده ما تستنى بس ما نحسبها طيب ما نبيعه ندي الفقراء يعني أنا بدي حاجة للمسيح الفقراء معكم كل حين لكن ما أحلى أن أقدم شيء غالي في حياتي للمسيح إبراهيب قدم أغلى شخص عنده قدم إسحاق فأيوب 22 يقوله ألقيت التبر على الطراب وهنا مريم بتجيب قرورة الطيب غالية كثيرة السمن وبتحطها وتسكبها على قدمين المسيح يبقى أضحي قبل فوات الأوان بس في مريمات تاني راح عند القبر كان يسوع قام و جايبين معهم طيب جايبين معهم حنود جايبين معهم جايبين بس الترنيمة بتقول إيه فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأول في ناس رابعين يقولهم ضحي يقولوا طب بعدين بعدين حاضر حاضر هنضحي طب أنا عايزك تتكرس للخدمة طب سنتين ثلاثة بس أعمل بس شوية فلوس كده في البنك كده يدوني كده ببقى حاضر هضحي بس سنتين ثلاثة أقولك بس بوصل ستين سنة أقولك بس بس أرب العيال أقولك بس كده آه بعدين يجي يضحي يجي يجي يجيب القروط الطيب يلا إيه فاته فأنا بقوله كل شخص رب يقولك ويقودك أنك تضحي من أجله دلوقتي بحاجة غالية اعمل كده لأنك يعني أنت الكذبان أنك تضحي بما لا تستطيع أن تحتفظ به لتربح ما لا يمكن أن تفقده على فكرة هاي الترنيمة مشهورة جدا فيك تفوت على اليوتيوب وعلى المواقع المسيحية منتشرة هذه الترنيمة اللي هي بعنوان هاتي بطيبا فحلو أنك تسمعه وتتبارك كمان من كلمات الترنيمة الشيء السابع مكتوب أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بالكلمة الحية طيب هون إيش بدك تصل أخ باسم يعني لما تقول أذكروا مرشديكم في الحقيقة يعني لازم أذكر الناس اللي قدوني للرب وعلموني الكلمة الإلهية أذكرهم بكل التقدير واحترام وكمان التحريد قال أنظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم فيبقى واحد يقول لك يعني إيه الأخ نزارة طيب صح أنا عرفت الرب عن طريق البرنامج ويقول لك وإيه يعني ما كنت حعرف الرب سواء هو وعظني أو ما لا غلط مفروض أنا أحترم وأقدر المرشدين أحترم وأقدر الناس اللي كانوا صبب بركة في حياتي لكن ما قالكش أنظر لهم هما وثبت النظر عليهم هما لأنه لسه في الأصحى القبل الناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل ومكمل لكن بيقول لك سوري بيقول ناظرين إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا مش بهم تمثلوا بإيمانهم اللي خلاهم كده فالتحريد أني أنا أذكر مرشديني بكل الخير بكل التقدير وبكل الاحترام ولا أتمثل بهم أكون يعني زي نسخة منهم لكن أتمثل بإيمانهم اللي وصلهم إلى هذه البركات العظيمة ونمرة تمانية أذكر المؤمنين في صلاتك اليومية هاي كتير حلو كتير كتير مهمة دي أنا جبتها من رسالة بولس الرسول إلى فليمون ورغم أني فليمون ده كان خادم وأخ محبوب وأخ فاضل جدا جدا لكن بيقول له فرسالة فليمون آية أربعة أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي وده يورى حضرتك أنه حتى الخدام وحتى المؤمنين المسؤولين في الكنائز دول أكتر ناس محتاجين أن الناس تصلي من أجله يعني ناس كتيرة يقولون لنا صلوا لنا كام واحد قال لك صليلي فيه كتير ما تقتدر تعدهم بالمئات الألف لكن كام واحد قال لك أنا نفسي فيه بس قليلين جدا وكان سبب تشجيع جدا لحياتي لما مثلا واحدة أخت القديسة كده تقول لي عارف يا أخي باسم أنا بصلي من أجلك يوميا قديت بأدموعي حتنزل فيابولس طب صلي من أجل الخطاء صلي من أجل العشراء ده راجل يعني فيليمون المحبوب ومراته اسمها أب فيا المحبوب وعمل الكنيسة في بيته قال ده 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 أكتر واحد محتاج صلاة زاكرا إياك في صلوات لكن نشكر ربنا أنه وهو بيذكر في صلاته بيشكر الرب من أجله أتمنى أن المشاهد لما نكون بنا نتذكره في صلاتنا نقول يا رب أشكرك لأجل فلان ده اللي هو سبب بركة الكيسة بس يا رب احفظه واستخدمه بقوة أتمنى أني لما أذكر الأخوية المؤمن يكون سبب شكر عميق للرب في صلاتي مش أني أذكره عشان هو ساقط أو هو ضعيف أو كده هنا أشكر الله في كل حين لكن من ناحية التانية المؤمنين والخدام وحضرتك محتاج أن المشاهدين يصلوا من أجلك ولا نغلطان ولا دعوة لكل المشاهدين من فضلك فعلا صلوا من أجلنا وصلوا من أجلنا إذا أمكن يوميا كمان السبع توصيهم علينا كمان بصفة خاصة وكمان الدكتور باسم أندريا أنا بحتاج صلاة القدسين أمين النهاردة حد من الخدام قال أنه في فئتين مستهدفين في الكنيسة خدام الرب والأسرة فإبليس في هذه الأيام مركز قوي قوي على الخدام وعلى الأسرة قال لك لو الخادم ضعف والخادم سقط والخادم تراجع والخادم كده أنا كده خلاص أنا بدل ما أضرب ألف طبعا أضرب الخادم اللي بيوعظ الألف دول بيركز على الأسرة لأن الكريسة تكون من أسرة إذا انقسمت الأسرة وإذا سقط الخادم نجحت المملكة الشيطانية وإحنا مساكين ومحتاجين إلى صلاة صلاة ولمعونة إلهية طبعا أمين أمين يعني حبيت التحريض اللي كاتبه نتذكر الإيمان العديم الرياء الإيمان العديم الرياء كمان المحبة فلتكم بلا رياء يعني ما يكونش الإنسان منافق في إيمانه ولا في محبته أي ولما بيقول التمساوس ذاكرا دموع ذاكرا دموعك لكي أمتلق فرحا إيه يا بولس وانت شمتان يعني لا لا دا لما بتذكر دموعك أمتلق فرحا إذا تذكر الإيمان العديم الرياء طيب اللي قبل الأخير هنا يمكن شوي يمكن محتاج يعني نشرحها أكتر للمشاهد في آية بتقول أذكر امرأة نوت هيك الآية تقول أذكر امرأة نوت وانت هو那我們 كاتب والتردد في القرارات المصرية هي الآية أذكر امرأة نوت آيه والعنوان بتاعي أذكر امرأة نوت التي تردتت في القرارات المصرية هنا بذكرها بقى عشان تكون عبرة أصلي حضرتك الواحد مفروض يتذكر حاجات أو يتذكر أو يشوف أشخاص عشان يكونوا لي قدوة وتذكر أمور تاني عشان تكون عبرة التعليم في الحياة بسلاثة طرق فكرة نظر الآن إمة بالقدوة إمة بالعبرة لإمة بالاختبار يعني في واحد مثلا شوف واحد تقي يتعلم منه خلاص في واحد يشوف امرأة لوت يتحظر منها خلاص إما كانش بقى طيب تعلم بقى بالاختبار أنت مسمحتش النصيحة طيب اختبر بقى وتزل ويعرف أن كان مفور تاخد النصيحة هنا بقى أنا هأذكر امرأة لوت لأن امرأة لوت جعلت عبرة ما لها امرأة لوت دي كانت مترددة في القرارات الحتمية ربنا الناوي يحرق صدوم وعمور يلا طلع بسرعة وهي نازلة تلم في الشنط وتلم في الحاجات لغاية ما الملكين اللي ربنا بعاتهم عشان ينقذ لوت ومراته وبنتينه مسكوا بديهم وعجلوهم وهي تقول له يا لوت البيت بتاعنا يا لوت يقول له حيتحرق يا لوت العربية اللي بيقيم دابله يا لوت طب كشف يعلمهم يعني الجمل الجمل التلاجة بتاعد الحاجات الحلل بتاعدني يالتني جبتها معايا يا لوت يا ستي انفدي بجلدك يا ستي حنا كله دا حيتحرق وبما بيقول لرصبطرس بما أن هذه كلها تنحل أي ناس يجب أن تكونوا انفدي بجلدك قلت له لا أنا قلبي في سدوم لحت بجسدي من سدوم بس أقول لك الصراحة ما نفصلتش عن سدوم أنا قلبي متعلق بسدوم أقعد بصي الورا حلاص كله دا فاني أهم حاجة حنخلص كما بنار ننفذ بجلدنا كفاية الأيام اللي عشناها غلط في سدوم خلينا نطلع من سدوم وحريق سدوم وخطيط وشرور سدوم قلت له لا سدوم يا عمري سدوم يا لود أنا بحب السدوم يا لود إذا دا الفستاني الجديد اللي جبته ايه أروح أجيبه الا ما تجيبوه بصت الورا صارت عم فأنا أذكره امرأة لوت والتردد في القرارات المصيرية واللي ذكر هاي الآية الرب يسوع له كل المجد يعني في السياق الحديث أنه بحذرنا وشايف آية وحدها لوقا 17 آية 32 بس كده أذكره امرأة لوت يعني عبرة بدون شرح خلاص شرح بتاعها جاي بعد كده أذكره امرأة لوت من طلب أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلكها هو يهيها يعني أنا أخلص نفسي فيه نار فيه نار جاية هتحرق العالم كله فبنقول لك اوه الرب من النار أذكره امرأة لوت فيه قرارات ما هيش مصري أفرض أنا يعني قدامي شغلانة قدامي وظيفة وترددت تضيع 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 عربية كويسة ها أخدها أشتريها ما اشتريهاش أتردد ها أشتريها يقول لك لا خلاص بيعناها ما هلش بيت معروض وسعره كويس متردد أه لا نشتريه لا ده كويس لا وحش طب سننا منشور فلان أه أسبوع أسبوعين طب خاص حنشتريه ها ضاع البيت معلش يتعوض لكن القرارات المصرية الهروب من النار دم ينفعش فيه تردد لكن ينفع فيه قرار من كل القلب تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل بالنسبة للقرارات المصرية بنقول للمشاهد أذكر امرأة لوط والتردد في القرارات المصرية آخر شيء وأعتقد هاي يمكن رسالة لكل المشاهدين ويمكن بالأخص الشباب اللي بيشاهدونا هاي رسالة كتير كتير مهمة إلك من كلمة الله في الكتاب المقدس وهي آية مباشرة من سفر الجامعة بقول الكتاب أذكر خالقك في أيام شبابك أذكر خالقك في أيام شبابك فضل أذكر خالقك في أيام شبابك وكملت وبقول وإلا سوف تذكره قبل فوات الأوان بعد فوات الأوان وإلا ستذكره بعد فوات الفرصة الزهبية أنت شاب لا تقول أنا شاب صغير وأمامي العمر طويل أنا يهامة في حياتي شفت شباب ماتوا وقال له الحسن بعد كده تكبر وتبقى عجوص ومتعرفش التوب ممكن خلاص يعني ضعت الفرصة أو ينكسر تنكسر الجر على العين وينصح بكوزة الزهب يعني تموت يبقى المفروض أنه قرار التوبة وإني أذكر خالقي ويبقى هو إلهي وأتوب توبة حقيقية وأقبل المسيح مخلص وفادي لحياتي وأخذ الفيزة السماوية والجنسية السماوية الموضوع ده ينفع فيه التأجيل طبعا لا لعدة أسباب السبب الأول قد تنتهي حياتي وده مش كلامه عظ قد تنتهي حياتي في أي لحظة أنا حضرتك يعني مرة واقف على المنبر في مصر وأقول أنت مش ضاع من عمرك قد تنتهي حياتك في أي لحظة راح واحد مات وأنا بواز طبعا مش أنا لموت حضرتك أنا لموته وأنا مالا هو جه أجل جدا والناس طبعا تأصلوا جدا 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 أهم مات وأنا بواز فقلت عجبتني حكاية دي لأن أثرت في الناس ورحت بالتاني وقلت أنت مش ضاع من عمرك راح ما حدش مات أنا كنت قلت يا رب تزبط يعني زي ما دي كفى الله ما زبطتش فأنا قلت قد تنتهي حياة الإنسان في أي لحظة أو أحيانا كتير أخي نظار وحضرتك عارف أن الواحد لما بيسمع مرة واتنين وثلاثة وعشرة وبعدين ما يتوبش قلبه يتقص قلبه يتقص وبعدين طب أسيت قلبي وما ذكرتش خليقي في أيام شبابي وانتهت حياتي نيجي لإنجيل لوقة أصحاح 16 لما قصة الغني والعازر قصة الغني والعازر تذكر هناك بس تذكر بعد فوات الفرصة بعد فوات الفرصة الزحبية طبعا القصة بتحكي عن اتنين واحد كان غني وناس ربينا جدا وكان عند باب بيته واحد اسمه لعازر اسمه لعازر البلاية يشتهي أن يأكل من فتاة الساقط من مائدة الغني والغني مدهوش كانت الكلاب تأتي وتلحظ قروحه وبعدين لعازر ده كان شخص مؤمن بعدين واحد فيهم مات الأول مين اللي مات الأول المسكين لعازر أقول سببين ربنا نمرة واحد عايز يريح لعازر نمرة اتنين عايز يدي عبرة ووعزة للغني يقول له أنت هتموت أنت مش أنت مش هتقبت في الأرض مش هتعيش لهم هتموت هو ما خدش لباله وعاش في الخطيئة ومات الغني أيضا ودفن ورفع عينيه في الحاوية في العذاب قال يا أبي إبراهيم ارحمني قال له فيش رحمة بعد الموت قال له طب افصل لعازر مش بكبات مياه يبين لطرف أطبيعه بماء يبرد لثاني لأنه معذب في هذا اللهي قال له أذكر بس أذكر قال له ما أنا مش ناسي ده أنا متذكر كل حاجة قال له أذكر آية 25 لقى 16 آية 25 قال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خياراتك في حياتك وكذلك العازر استوفى البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعزب يبقى أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تذكر بعد فوات الفرصة الزهبية هتذكر وحتذكر ذكرت في أيام شبابك قبل أن تنتهي حياتك خدت فيست السماء خدت جنسية سموية بقيت واحد من أولاد الله بقيت راح السماء ما لم يكن الأمر كذلك ستذكر أنك استوفيت خياراتك في حياتك وكذلك العازر استوفى البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعزب تذكر أنا لا أتمنى أن حد المشاهدين يتحط في هذا الموقف في القحيم الخاطح يتذكر كل وعظة سمحها كل فرصة أتيحت لي كل مرة شاف واحد فيها مؤمن ومارد يش يسمع كلام عذاب الذاكرة عذاب الذاكرة أذكر أنك استوفيت فإذن هي دعوة للتوب قبل فوات الأوان قبل فوات الفرصة الزهبية أذكر خالقك في أيام شبابك وإلا سوف تذكره بعد فوات الفرصة الزهبية دكتور باسم شكرا جزيلا على وقتك وعلى تعب محبتك وبشكرك على هذه الرسالة اللي رب حطها على قلبك حتى فعلا مش بس نذكر نحضر كمان في نفس الوقت ربنا يباركك أعزائي الكتاب طبعا بكل وضوح بعلمنا اليوم إن سمعتم صوتهم فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن مش بكرة الآن وقت خلاص هذا القرار اللي بتصنعه اليوم هو بحتم مصيرك وقرارك الأبدي أنا بصلي من كل قلبي إنه تتذكر تذكر ماضيك تذكر حياتك إذا شيء ما بشرف وإذا عايش في الخطية الرب صنع الفداء المسيح مات من ألفين سنة كل ما عليك إنك أنت تأخذ لحسابك شو الرب فعل من أجلك من ألفين سنة تعترف بخطيتك التوب عنها تآمن بالرب يسوع المسيح وفعلا هذا اليوم يكون يوم تاريخي في حياتك ما هيش بدها معضلة كتابية ولا فصاحة أو سلاسة كلام هي بكل بساطة سكب القلب أمام الرب تقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ يا رب نجني عارف لما بتطلب تقول له يا رب يسوع أنا بدعوك اليوم تيجي لحياتي حتى تكون أنت المخلص أنت الرب أنت السيد والملك على حياتي على فكرة من حب نسمع منك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر